خلاص استخلاص بعد مناشدات دامت أكثر من تسعة أشهر لدعمه ها هو أكبر مستشفيات مدينة تاعز المحاصرة يعلن توقفه عن تقديم الخدمات الطبية يقول الأطباء إن مستشفى الثورة العام بتاعز ضحية أخرى للإهمال واللا مبالاة نتيجة عدم استجابة الحكومة للنداءات المتكررة لإنقاذ الأقسام التي تعمل بداخله وافتقاره لأبسط الإمكانيات التشغيلية أغلقت جميع الأقسام في المشفى ولم يبقى سوا قسم الطوارئ الوحيد الذي ما يزال يعمل وذلك لسبب تلقيه دعما من منظمة دولية وإلا لكان حاله حال باقي الأقسام الأخرى المغلقة مجلس إدارة هيئة المستشفى حملت قيادة المحافظة ووزارة الصحة مسؤولية ما آل إليه الحال في المشفى الذي كان يمثل أهم استشفيات تاعز في تقديم العلاج والإسعافات لأبناء المدينة التي لا يهدأ فيها القصف على الأحياء يوميا مخلفا العديد من المصابين المحتاجين للإسعافات والعمليات الطارئة وفي ظل عدم توفر أي مخصصات حكومية لتغطية نفقات التشغيل بما في ذلك الوقود ومستحقات الكادر الذي ظل يعمل بشكل طوعي طول الفترة السابقة تراكمت الأعباء وحالت دون أن يستمر المستشفى في تأدية عمله الخدمي ليبقى المواطن أمام خيار وحيد يتمثل في المستشفيات الخاصة التي لا يستطيع دفع تكلفة العلاج الباهظة فيها تتفاقم المآسي المتوالية على هذه المحافظة يوما تلو الآخر فإضافة إلى آلة الموت التي تحصد الأرواح نتيجة القصف المستمر يرزح المواطنون هنا بين كارثتين كارثة حرب الميليشيا وكارثة الإهمال الحكومي